تقرير جديد يكشف جرائم التعذيب التي تمارس القوات الإماراتية في السجون التابعة لها في المحافظات الجنوبية هذه المرة وثقت القناة البريطانية الرابعة تلك الجرائم عبر مقابلات وتسجيلات حصلت عليها من داخل السجون وبحسب التحقيق الذي تم بثه نهاية الأسبوع الماضية استخدم الإماراتيون في عمليات التعذيب الصعق الكهربائي ونزع الأضافر والأسنان والحرمان من الأكل والنوم التقرير تناول حالة السجين عادل الحسني الذي تم اعتقاله عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن والذي قال إنه كاد أن يفقد حياته نتيجة التعذيب الذي ما زالت أثاره ظاهرة على جسده ونقلت القناة عن الحسن الذي لذب الفرار إلى ماليزيا عقب الإفراج عنه بعد عامين من احتجازه تعرضه للتعذيب الوحشي ولفت الحسني إلى أنه كان يقاتل في صفوف القوات الحكومية ضد الحوثيين وتعرض للاعتقال عقب تقديم شكوى لمسؤولين السعوديين بشأن حالات التعذيب في السجون الإماراتية السرية وقال الحسني أنه وضع في حفرة ضيقة بمنطقة صحراوية وأوثق يديه وقدميه وعصب عينيه وبكي 48 ساعة دون طعام وشراب ونجى من الموت بأعجوبة التقرير كشف عن قيام الجنود الإماراتيين بالإشراف على عمليات التحقيق والتعذيب في السجن بير أحمد وبقية السجون الأخرى في عدن وحضر موت وشبوى التحقيق البريطاني جاء بعد عام من تحقيق للوكالة الأمريكية للصحافة عن جرائم تعذيب بحق المحتجزين في السجون التابعة للتحالف السجون السرية والتعذيب والاغتصاب داخل السجون وردت في تقارير منظمة هيومان رايتس ووتس ومنظمة العفو الدولية وكذلك تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن غير أن أحدا لم يتحرك لمقاضات المتورطين في تلك الجرائم ولم تحرك الحكومة اليمنية ساكنا إزاء تلك الانتهاكات